بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على العشف المصدين سيدنا محمد الرسول العمين اما بعد ذلك يا شباب النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن المحاضرات الثانية من محاضرات البارويند النهاردة ان شاء الله هنحاول نتكلم عن طرق عرض الشرايح تمام كده؟ لو بصين هنا للعرض تقديم العالي دوت تمام؟ هنلاحظ ان احنا عندنا الشريحة اللي انا بشتهل عليها بطبع وجودة في الجزء دوت تمام كده؟ ويبقى الشرايح مثلا بتاعت العرض تقديم التوجودة في الجزء ده ده اسمها طريقة العرض عادي لو بصلت تحت هنا في الحتة دي بصوا كده يا جماعة هتلاقي كلمتية عادي اللي هي طريقة العرض عادي تمام كده؟ تمام لو انا صحبت السلايدر ده بالشكل دوت ممكن اكبر العرض بتاع الشرايح اللي على الجنب ده تمام كده وممكن اصهره بحيث ان هو يبقى حاجة زي كده طبعا ده لحسب المساحة اللي انا هشتغل عليها اومي حسب ما انا هو mà انا اعاوز يبقى ممكن نسحب الشريط اللي هو الفاصل ما بين الشرايح الحالية والاشرايح اللي على الجنب بحيث ان انا اصغر العرض او اكبره زي ما انا اياه زي ما انا انا حاوز بالشكل ايه؟ بالشكل ما لطه اهو اهو ايه كمان موجودة عندي؟ موجودة عندي طريقة العرض موجودة تحت هيه تبين كده وموجودة عندك في اهو التبويب وتعميم بتاع عرض لو ضغط على طبيب عرضه هلأى عندي في القسم اللي هو طرق عرض العروض التقديمية اللي هو الجزء دوت وهتلاقي اول طريقة اللي هي طريقة العرض العادية تمام كده تمام وجلنا طريقة العرض العادية بديك الشريح الحالية وهديك الشريح بتاع العرض التقديمي بتاعك على الجانب وهتلاقي هنا حاجة تانية اسمها طريقة عرض مخطط تفصيلي لو ضغطت عليها بالشكل دوت هتديك العرض التقديمي على نصوص بحيث ان انت وكنت تتنقل على الحاجة عن طريق النصي كما انت شايف كده تمام؟ دي طريقة العرض اللي هي خاصة بالمخطط التفصيل تمام؟ في بعد كده عندك طريقة عرض اسمها طريقة عرض فارز شرايح في طريقة عرض فارز الشرايح اللي هي ديت لو ضغطت عليها بالشكل ده هتجيلك الشرايح بتاع العرض التقديمي على هيئة سلايدات كده بالشكل ده. تمام؟ وهنا انا ممكن اضطي نظرة سريعة على العرض التقديمي بتاعي يعني مساوط كده ده العرض التقديمي اللي موجود مثلا عيسق به المسال ده العرض التقديم كله على بعضي شكله عمل ازاي مشغال ازاي الكلام ده كله وممكن كمان ان انا اعمل اعاد ترتيب للشرح يعني انا اكتشفت مثلا ان مثلا شرايحة دية المفروض تيجي قبل الشرايحة دية فأنا ممكن أسحب شريح دي حوطين. لو اكتشفت مثلا ان انا عايز مثلا ان المعرى بتاع الصور دوت مثلا حسب تاريخ يجي هنا في الحتة ده. ممكن اسحب بورميه في المكينان دوت. يبقى كده ممكن ارتب الشراح. يبقى انا ممكن اعمل القاة نظرة سريعة على الشراح الموجودة عندي. وممكن اعمل ترتيب للشرح. طيب ممكن برضو اغير الزوم من هل. يعني ممكن اعمل كده هو. صغر الزوم. حيث هو يجي بعد جنبه وبعدين صغيره مش اكناول. وممكن اكبره بحيث ان انا خليه حاجة كده او كده. طبعا كده. هل حسنا انت خليها الغاسة 100% كويس كده. تمام؟ ده اللي هو مين فارز الشراحة. فارز الشراحة. بعد كده فيه عندك طريقة اسمها طريقة عرض الملاحظات او صفحة الملاحظات. لو ضعطت عليها هنا فينا على كل شريح انت ممكن تكتب ملاحظات نصية او تحط ملاحظات صوتية. ممكن تحط الفويس نوتس او تحط التكست نوتس. براحتك انت على حسب ما انت ايه? على حسب ما انت عاوز. طيب. الطريقة اللي بعد كده فيه طريقة عرض القراءة. لو ضعطت عليها بالشكل ده. هجيلك العرض التقديمي بتاعك كبير بشكل ده. بحيث ان انت ممكن تقلب عليه. بالشكل دوت. وتشوف شكل العرض التقديمي بتاعك. يعني تعمله زي ريفيو او مراجعة. تمام كده بحيث ان انت تشوفه على شكل ملاحظات. الشاشة اللي بتجديمه بعض للناس او تجديمه للعميل اللي انت عاوزت تشغل معي وهكذا. تمام? تمام. لو حابك ترجع لطريقة العرض العادية تلاقي فيه ضرور هنا تحت اهو. لو على العادي لو ضغط عليه مرة تانية بترجع لطريقة العرض العادية. ونضغ على العادي مرة تانية. نرجع لطريقة العرض العادية. تمام كده? تمام. لما تضغط عليه معناها ان انت اي تغيير هتعمله هنا هيأثر بشكل عام على العرض التقديمي بتاعك. ودي هنشوفها بعدين ان شاء الله. لو ضغط على اغلابك العرض اللي هو عرض الشكل العريسي. بترجع لطريقة العرض العادية مرة تانية. تمام? تمام. طيب ايه كمان عادي موجود فيه عندك في العرض هنا? هتلاقي فيه حاجة اسمها الالوان. حاجة اسمها ايه? الالوان اللي هو اللون وتضل جراماتك. طيب ده بفيدني او باستفادت انا منه ايه? لو الشكل طبعا او العرض التقديمي مفهور ب البيض التقديمي ملون. ده انت هتعرضه على الشاشة. لو حبيت تطبعه فعندك حاجة اسمها التدرج الرمادي وعندك حاجة اسمها الاسود والابيض. لو انت مش عاوز تصبح هلوان طبعا. مش كده. فده بيوفر معاك في الحبر. بيوفر معاك في الحبر بتاع التقديمي. طعن كيشوف كده التدرج الرمادي. لما تضغط التدرج الرمادي تلاحظ ان الاسليدات بعد ما كانت ملونة اصبحت ايه ابيض واسود. بالشكل ده. او متضرجة تدرج الرمادي يعني. تمام? بحيس ان ان انت ممكن تشوفها تمام كده وتعرض انت عاوز فيها. وهتلاقي هنا في الطرق العرض هتلاقي فيه اكتر من طريقة عرضة لتدرج الرمادي والابيض والاسود. ممكن تخليها بشكل ده. ممكن تخليها تدرج الرمادي فاتح شوية. ماش كده. ممكن ده اصل في موطر. موطر شوية حسب الصغيرة بحطوطة. ممكن كمان ان انت تخليها مثلا تعمل حاجة اسمها عكس التدرج الرمادي بالشكل ده. تعكس اللو. فيه تدرج رمادي مع تعبئة بيضاء. ممكن نشوفها في الحتة دي مثلا. اللي هو دوت. تمام لو فيها حاجة فيها هنصل اكتر يمكن تبان. تمام. هتلاقي فيه اسود مع تعبئة رمضان وتدرجة. تمام برضو. اسود مع تعبئة بيضاء. خلينا في حاجة يمكن نفعها شوية الشو. آآ اسود مع تعبئة بيضاء مثلا. تمام. آآ اسود خالص. آآ ابل خالص. المهم طبع تعد اجرب فيهم لحد ما تشوف الشكل اللي تسلح عليه في الطباعة. تمام كده. وتتشتغل عليه زي ما انت عاوز فين في موضوع الطباعة. ومما نصر ايه طبعا اللي عندك. تمام تمام. دي كلها تدرجات فيما بين قبل الاسود والرماضي بحيث ان انت تتوفر في الحبنة. توفر فين في الحبن. تمام كده. خلينا نشوف على دي. انا تدرج رماضي مثلا. تدرج رماضي مع الفاتح. شوف هنا فاتح جميل شوية. عكس التدرج رماضي شوف العكس. رماضي مع خلفية بيضاء. مع الاسود مع تعبئة رماضية متدرجة. الاسود مع تعبئة بيضاء. الاسود. الابيض. تمام كده. فانت بتجرب كل واحدة على حدة. وتشوفها التأثير على الباور بونت بزينتشن بتاعك. والحسن موفر معك في الحبنة. تستطيع اشتغل فين في الطباعة. تمام. تمام. لو حابب ترجع للعرض الالوان مرة تانية. ببسطة على الرجوع العرضي الالوان. ترجع للعرض بتاع مين بتاع الالوان بتاعك. اوكي. اوكي. طيب. هنيجي الاخر حاجة في موضوع العرض. انت ممكن كمان انت تعرض حاجة اسمها المصدر. مصدر عدت تظهر هي. وتعرض خطوط الشبكة. دي خطوط الشبكة جماعة. عشان الناس اللي عاوزها تحط مثلا محاوزها العناصة بشكل كويس. وتعرض كمان حاجة اسمها خطوط التراشات. اللي هي بيدي خطينا في النص عامل زي صليبة كده. تمام كده. بحيث انت برضو تقدر تزبط الحاجة لو انت مجسم العرض التقدمي بتاعك على عكتر من جوز. دي كلها حاجات انت ممكن تظهرها وتخفيها عن طريق مين? عن طريق العرض. يبقى عندك طرق عرض العروض التقدمية. عندك طرق عرض الشكل الرئيسي زي الشرحة الرئيسية. عندك المصدرة وخطوط الشبكة وخطوط الشيط. وعندك العلوان اللي انت ممكن تزبط عليها زي ما انت عود. ده بملخص المحاضرة بتاعتنا النهارة. آآ والتي تكلمني فيها عن طرق العرض المختلفة للعرض التقديمي بتاعك. وان شاء الله تكون من استفعت بالمحاضرة. آآ اذا عرفت في الفيديو تعمل لك كمانت لايك اشير لي. واذا عرفت قناة تماني سابسكراب بداخل القناة وكل لك من شكراين. كما معكم مهندس مصفى عبدالقادر زويدي من قاتل مصفى زويدل الحاسد. والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته.